هزا التابوت تمت ازاي? طيب نوضح الاول كلمة التابوت الاخضر. خم يليه بالتابوت الاخضر? بمجرد ما نبصه على وش هزا التابوت. اه. هو واخد الثون الاخضر فيعني يطلق عليه مجازة اه التابوت الاخضر. ايه. لكن حقيقة الامر التابوت ده الشخص يدعى عنه انت ضاعب. اه. يكاهن. اخد لقب ما يسمى الكاهنة المطهر. اه. بيرجع القترة المتأخرة يعني الاسرة السبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين تقريبا. اه. التابوت ده حجمه كبير جدا. حوالي ثلاثة متر. اه. واضح انه ده كان غطى. تابوت. اه. تابوت اخر جواه اللي جوه التابوت اللي جوه فيه الممياء. اه. بلامح الفن بتاع هزا التابوت بدول انه طالح اغلب الضد من مطقة مصر الوسط المنية بني سويف حاجة زي كده. اه. التابوت ده او الغطى التابوت. احنا بنتابعه مع مكتب معالي النائب العام. ومكتب معالي اه سيدة اه اه وزير الخارجية. اه. من الفين وتسعة عشر. اه. والتعاون المشترك مع المدعي الامريكي. اه. قدرنا على مدار السنتين وشوية. اه. ادارة الاثار المشترضة. اه. ان احنا نسفت ان نطلع بطريقة غير شرعية. اه. انه فعلا حصل عليه بالغلب من 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 من. وبالتالي. ادارة الركض. اه. من 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 من. اه. ده خرج ازاي. اه بتكلم على كام طن. نص طن ولا كام. نص اقل غطى التابوت ده مش اقل من خرص من كيلة. اه. طيب. لكن من انتاش. اه. خرج بطيارة. ولا بمركب. بدنساش. اه. الفين وحداشر. واللي تم فيها. هو ده خرج في حداشر. الله اعلم. لكن من انتاش انه فيه توابع معينة وفيه صور معينة وانسلتات معينة. والى اخرة. اه. لكن اه. اه. التحقيقات ما زالت مستمرة. اه. اه. طبعا. اه. هيفتح على قصص تانية. اه طبعا. اه. كلها متبحة مكتب معالي ده ابن عام. اه طبعا. اه. هل اعرف تفاصيلها. انا لا معرفش تفاصيلها. لكن التفاصيل موجودة في مكتب معالي النائب العام. لكن ان شاء الله ان شاء الله. هيصفر عن حاجات تانية وتانية وتانية. وهدس عند الشعب المصري. برسالة مهمة جدا. بنوضحها لمصر والعالم. انه مصر مش هتفرط باي قطعة اثرية طلعت منها. بطريقة غير شرعية. والدليل ان احنا على مدار السنوات القليلة الماضية. قدرنا ان احنا نرجع تسعة وعشرين الف وتلتمائل صدعة اثرية طلعت من مصر بطريقة مش هرعية. اه. كويس. طب معلش مرة تانية. التبود ده بهزا الحجم الكبير. يعني مش حد خده خلصة كده لا. يعني اه كده يعني. ازاي رصدنا اولا رصدنا عملية خروجه. ازاي رصدناه برا في اه يوستين. بص يا بص احمد دي. يعني نوضح بس مؤضة مهمة جدا لحركة السادة مشاهدة. عندنا ادارة تسمى ادارة الاثار المستردة. ادارة الاثار المستردة ده انشئت من سنة الفين والدين. لمتابعة الحركة القطع الاثرية. وتدولها سواء كان في اوكشن. اه مزادات. او سواء كان. شكرا